والله يا سهي وليد معناه أنا حسيتك وأنك أنت صرت أتارفاً وحاكم أنواق معناه ومحامي في نفس الوقت لأنك أنت أستاذ معناه متخصص في موضوع الصلح الجزائي وتمانين لو كان يكون عندنا شكون ممثل معناه على اللجنة الصلح الجزائي اللي يتحدث وأنت ما شاء الله معناه متمكن من الملف وهذا اللي حاسبه فيك فما ثلاثة نقاط فقط حابيت نشير له النقطة الأولى راه معناها ظاهرياً وحسب معناها من حيث المبدأ ما تفضلت به ممتاز جداً بالعكس هذا يخلي يشجع الأطراف المتضرة وأنها تتجاهل لصلح الجزائي فما نقاط معينة يجب أن نشير له فما أولاً بطء وسوء تقدير ياسر في التعامل بين مختلف المصالح معناها في اللجنة هذه عندها معناها في تعاملها مع مختلف الوزارات المتدخلة في الموضوع الصلح الجزائي فما بطء كبير جداً وهذا من شأنه قاعد يأثر على سير عملية التفاوض في الصلح الجزائي النقطة الثانية المهمة جداً ما تفضلت به أنت كأستاذ معناها محامي متخص في الموضوع ذلك اللجنة ما قامتش به أنا هنا نتساءل عليش معناها اللجنة الدور الاتصالي للجنة السلح الجزائي راو ضعيف جداً وتمنيت معناها أنه على الأقل تكون عندها منابر حوارية عديدة باش توضح للناس معناها خاصة المشمولين بها السلح الجزائي ما لهم وما عليهم ثالثاً والنقطة الأخيرة معناها في سويلي هل معناها إذا كان معناها صارت التفاوض وصارت اتفاق بين المعناها الترف المتدر وبين الصلح الجزائي هل هذا موجب آلياً لإيقاف أي تتبع جزائي آخر فيما يخص الموضوع متع الصلح الجزائي في حد ذاته أم لا جزب السؤال له البطء موجود البطء موجود نظراً لربما اللجنة ما اعتمدتش في مفصل مهمة يتعلق بالقوة العامة في صورة أنه الإدارة ترفضت بدنا بالوثاق اللجنة نجم تمشي وتلزم على القوة العامة وتدخل الإدارات وتستخرج أي وثاق في سبيل التسريع في الموضوع أنا بش نعطيك البطء أوي أنا بش نعطيك طبعاً مشروع هو مشروع وطن فما مسائل رأي سياسية ومسائل من السياسة مثلاً لجنة تنفيذ الملك المصادر اللجنة هذه كالطالبها هندي طوبة وثاق وتم طلبتها بوثاق نوعاً ما فما تعطيلت كبرى خان فاهمك عليش لأنه هذه اللجنة لا 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 هي اللجنة تحت أشرف الدولة تحت أشرف الدولة ولكن هناك خفاية وقضايا فساد متعلقة خليني نكمل لك الفكرة لحظة بك متعلقة بالملك المصادر ما يحبوش يكشفوها هاني نقول لك الصلح الجزائي ستكون يعني السبب أساسي في كشف بعض فساد تصرف في الملك المصادر وذي عليش شوما ما ما حبوش اثنين لوبيات أخرى لدارة اليوم زادة أنا نتمنى إرساء هيكل جديد في المحاكم وهو هيكل تنظيمي يتعلق بالصلح الجزائي ليش؟ لأنه زادة قاضي يفصل في مئة مال القضية في النهار ما نجمش يفرزانية القضية تقضى للصلح وانهي لا وما نجمش يتسم بالسرعة واخلي كاتب بتاعه وزادة يحرر له في المحاضر ونصبح لله لهذه عواقق قانونية أنا مثلا بكري كنت مع المقدم القضايا لعمل ترابلسي قال لي رأوا مثلا لحد الآن قمنا بالأعمال التحذيرية الكل وقال لي فهما مشكل أساسي اللجنة لحد الآن مدعاتناش للتفاوض تطير هاو تطير